عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغاني للصومال قتل خمسة صوماليين في العاصمة مقديشيو بسبب هجوم تفجيري استهدف مدخل فندق يستقبل عشرات الأعضاء من الوفد التركي قرب مقر الرئاسة الصومالية وفي تصريح لتلفزيون تركي نادد أردوغان بالهجوم الذي تبنته حركة الشباب المتشددة وقال إذا كانوا يقومون بذلك باسم الإسلام فأنا مسلم ولم يأتي الإسلام بشيء مثل هذا أولا لا يمكن للمسلم أن ينتحر من طرهم يقتلون مسلمين آخرين الإسلام ليس هكذا وعلى الإنسانية أن تتخذ موقفا موحدا ضد معادات السامية ورهاب الإسلام والعنصرية والتمييز وكذلك ضد الهجمات التي تستهدف القيام السمحة ورغم عملية التفجير فقد أكدت السلطات التركية أن زيارة أردوغان قائمة وأنه لن يتم تأجيلها ترجمة نانسي قنقر